السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اغلى متابعين في الدنيا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير الرعي الرسمي لحلويات رمضان هي الكنافة اللي وصفتها كتير جدا واللي هنعمل منها النهاردة اطعم واخف والز طريقة هنعملها بطرقة سهلة جدا وخطوات بسيطة ومن غير فرن ومش هتاخد مننا ولا وقت ولا مكهود ولا تكاليف وكمان هنعملها في أقل من 10 داعي بس هنعمل مع بعض النهاردة الكنافة بالقشطة بشكل جديد وطعم كمان جديد وهنقدمها بطرقة شيك وتشرفك قدام ديوفك كل ده هنعرفه مع بعض لكن قبل ما نبدأ لو اول مرة بتشوفوني اتمنى تشرفوني بالاشتراك في القناة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير مع صحابكم يلا نقول باسم الله ونشوف هنحتاج ايه عشان نعمل اجمل فوانيس للكنافة بالقشطة ونشوف هنعملها ازاي مع بعض معاي ربع كيلو من الكنافة او اي كمية انت عايزها اهم حاجة نكون من بيتنا في الفيريزر ليلا او ساعتين على اقل علشان لما نيجي نفرومها بيدنا كده تبقى سهلة ممكن تفرومها بايديك زي ما انا هعمل دلوقتي او تعمليها في الكب بس انا هعملها بايدي اللي ما عندوش كب والنتيجة بتكون واحدة اهم حاجة تخرجها من الفيريزر وتشتغلي على طول انا هفكها بايدي كده وافرومها بتتفرم معاي بكل سهولة شايفين؟ ما بتاخدش منها وقت خالص انا عايزها بالدرجة دي ما يكونش فيها اي تكتلات نهائي ما خدتش مننا اي وقت تعالوا بقى نروح عند البتو جاز ونبدأ في وصفتنا هجيب معلقة كبيرة من السمنة ويفضل تكون سمنة بلدي دي السمنة اللي احنا عملناها مع بعض من الاشطة خدت معلقة كبيرة كده من السمنة والميزة في الوصفة دي انها متاخدش ولا سمنة كتير ولا شربات كتير ولو حب الكمية تكون سمنة على ذات ما فيش اي مشكلة واول ما تبدأ تسح كده هنزل بالكنافة واهم حاجة هنا التقليب المستمر وانت بتقليبي كده ما تتخدعش في المنظر وتقول السمنة قليلة على كمية الكنافة قليبي بس باستمرار والكمية دي هتكون مناسبة جدا احنا اتفقنا ان الكنافة دي هتكون خفيفة في السمنة وفي الشربات اهم حاجة التقليب المستمر زي ما انتو شايفين كده بتبدأ تكتل معنا وبعد كده بتفك واحدة واحدة بتاخد اللون اللي احنا عايزينه بالزبط شايفين ما شاء الله بدأ يتاخد اللون وكل اللون موحد ازاي عشان التقليب المستمر والنار متوسطة ما تسيبهاش وتروح تعمل اي شغلة تانية عشان تديك اللون المزبوط اللي هو ده بالزبط التقليب المستمر من ضمن نجاح الوصفة دي خلاص كده ده اللون اللي انا عايزاه هنبدأ بقى نرفحها من على النار ونروح نكامل بقى الخطوات مع بعض شايفين التقليب المستمر ودرجة الحرارة المتوسطة بتدينا نتيجة جميلة جدا ازاي ودي اهم خطوة في الكنافة بتاعتنا النهاردة ما تسيبهش الكنافة على نار عالية وكمان ما تسيبهاش من غير تالية تعالوا بقى نسيقها الشربات انا هاخد كمية صغيرة جدا من الشربات اقل من نص كباي هتديها رشة كده خفيفة شايفين كمية قد ايه ما كملتش نص كباي على الربع كيلو كنافة وهقلبهم مع بعض كويس والشربات عندي تقيل وبارد زي كل انواع الكنافة الشربات تقيل والكنافة سخنة والشربات بارد شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ازاي لو حاب تزود الشربات اكتر من كده ما فيش اي مشكلة بس انا عايزة تسكيرها تاعتها تكون خفيفة عشان هي هتكون طبقات هرجعها تلين للبولة مش هسيبها في الطاصة باعة عشان الطاصة سخنة مش عايزة درجة اللون تكون ازيد من كده ودي كده اول خطوة جاهزنا الكنافة بتاعتنا وسأناها الشربات وباقي تجهز هسيبها باقي على جنب تبرد واجهز الحشو التحتي علشان نعمل الكريمة او القشطة اللي يكون طعمها تحفة هحتاج كبايتين من الحليب وممكن تخليهم تلاتة بس انا محتاجة كمية وليلة من القشطة فعشان كده هستخدم كبايتين بس هحط عليهم معلقتين كبار من النشا ومعلقة كبيرة كريم شانتي ودي بتخلي طعم الكريمة في حتة تانية خالص ومعلقتين من السكر وكيس فانيليا انا هنا بحط السكر على الكريمة علشان العسل بتاعي او الشربات بتاعي مش كتير لو هتحط شربات كتير هتستغنى عن السكر اللي في الكريمة وهقلبهم على البارد الاول وبعدين هرفعهم على درجة حرارة برضو متوسطة مع التاليب المستمر لحد ما تاخد القوام الكريمي ولازم تغلي شايفين ما شاء الله ما تاخدش وقت خالص بس اهم حاجة لازم تغلي والقوام ده بالزبط اللي انا عايزها ولا هو تقيل ولا هو خفيف قوام مناسب جدا للحشوة ويضافط الكريم شنطي بيخليها طعمها تحفة بس ممكن نبدلهم بمعلقة قشطة او وش لبن او مكعب زبت هجيب كيس تلاجة وحطه في كوباية كده عشان يسهل علي وانزل بالكمية بتاعت الكريمة وهي لسه سخنة بحطها في كيس عشان وشها ما ينشفش وكمان عشان احافظ على الطعم الكريمي لو سبتها في الحل هتعمل طبقة من على الوش كده ومش هيكون طعمها حلوة ابدا وكمان عشان لما نيجي نوزعها في الكسات او في الفوانيس بقا بتكون سهلة جدا في التوزيع احسن من المعلقة الكيس هيحافظ عليها ويخليها زي ما نعملها بالزبط وكده بقت الكنافة بتاعتنا جاهزة والكريمة كمان جاهزة تعالوا بقى نجيب الفوانيس الجميلة بتاعتنا او كبيات او بولات او كسات زي ما تحبي اللي عندك استخدميه بس انا نهاردة هستخدم الفوانيس الجميلة دي عشان لو حابين نحطها للاطفال ونشجعهم على الصيام الفوانيس دي بيكون شكلها حلو لو عندك ضيوف او عزومة بيكون شكلها شيك جدا الحجم ده الصغير فانا هعملها ثلاث طبقات بس كنافة وكريمة وكنافة ولو عندك الحجم الاكبر ممكن تعملي اربع طبقات اتنين كنافة واثنين كريمة هبدأ بطبقة من الكنافة حط كمية كده بالمعلقة والكميات والتوزيح هنا زي ما تحبي ممكن تعملي نص كنافة وطبقة بسيطة جدا من الكريمة زي ما انا هعمل النهاردة او ممكن تخليها على تلاتة يعني تلت وتلت وتلت انا هحط الجزء الاولاني كده من الكنافة فكل الكاسات بتاعتي او كل الفوانيس بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بالزبط وهاركم بقى الكنافة على جنب واجيب الكريمة زي ما قلت لكم الكيس بيساهل علينا جدا وبالمقصف هقص طرف الكيس وابدأ اوزع الكريمة على كل كمية الكنافة لانا حطيتها شايفين الكيس اسهل من المعلقة بكتير جدا ازاي هوزعها بس كويس كده على الكنافة ولو حابة تزودي كمية الكريمة ما فيش اي مشكلة لكن احنا بنحبها معقولة يعني مش كبري او لو كنا سيبنا الكريمة في الحلة كان وشها هينشك ومش هتديني القوام ده ابدا وزعت كمية الكريمة على كل الكاسات اللي عندي وعلشان تاخدي قوام مصبوط للكريمة كوباية الحليب بتاخد معلقة واحدة نش واضافة السكر والكريم شانتيه بيخلي طعمها رهيب هضيف بقى الطبقة التالتة وهكمل الفونيس بتاعتي كده بالكنافة وبالمعلقة وديها ضغطة خفيفة احافظ بس على الشكل مش اكتر انا مش محتاجة اكتر من كده شايفين هي شكلها توحفة جدا ازاي وخط الكريمة مديها شكل جميل جدا وبنكمل كل كمية الكاسات بنفس الشكل ده كنافة وكريمة وكنافة شايفين شكلها توحفة خلصت كل الكمية حابة تقدمها زي ما هي كده مفيش اي مشكلة حابة تزينيها بالمتاح عندك زي ما تحب انا عندك مية صغيرة خالص من المكسرات شوية مكسرات مشكلة كده ومعايا كمان كريز ممكن سوداني مكسرات فاكهة بيكون جميلة جدا معها الفراولة لو حبينا نزينها بالفراولة او بقطع الموز والمانجا طبعا زينيها بقى بالشكل اللي تتحبين هتديك الشكل والجمال ده كنافة بالقشطة طعمها تحفة وتشرف في العزمات واولادك كمان هيحبوها جدا وعايز اقول لكم ده من اخفة انواع الكنافة مهما اكلت منها مش هتتعب المعدة خالص لان سكرها قليل ودهونها كمان قليلة حمرناها في معلقة سمنة واحدة بس وسعناها بقى قلم ونص كباية شربات لكن طعمها تحفة ومش هتشبعي من جمالها وبالفة انا وشفها وكده الفيديو بتاعنا خلص لكن افكارنا ووصفاتنا كتيرة وما بتخلص اتمنى تجربوا الكنافة بالقشطة بطريقة وبتعجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايكوا شير للفيديو واتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته